ايه الخبر المهم اللي انا عايز اقوله هيكون معايا شاهد عيان بعد قليل عشان يشرح لنا ايه اللي بيحصل في الامارات سلاسي نادي الزمالك وليس سنائي نبيل عماد دونجا مصطفى شلبي والكابتن عبدالوحد السيد مدير الكورة لسه مازالوا حتى هذه اللحظة في النيابة بيخضعوا للتحقيق خلاص القصة اتمالت هاري وهي التعدي على احد افراد الامن هناك المنظمين في مباراة الزمالك وبيراميدز انا هنا لا بتكلم الجون جون ولا الجون كان افسايد ولا انا بحترم التحكيم دي جدا يعني وخلاص وانه دونجا كان نازل يعترض عشان يقولي الحكم الكورة مش جون وانه الكورة افسايد الحقيقة مش دوره يعني خالص فيه فيه فار وفيه حكم وفيه حكم رابع وخلاص وفي النهاية ده ما خادش تلاتين سانية ما خادش تلاتين سانية وكان الهدف اتلاغ وبيراميدز يعني الحقيقة ناس في الحاجات دي بيبقوا يعني غير النادي الاهلي بيبقوا هاديين وكيوتي يعني ما عندهمش مشاكل يعني طالما ما فيهاش النادي الاهلي برضو مش مهم فاحنا قلنا مئة مرة يا جماعة كل بلد ولها قوانينها ولها نظامها فيش حاجة كده بتمر مرور الكرام وبالتالي ما فيش خطأ بيمر كده او بيعد كده الدنيا تبقى للقانون لان الراجل بتاع الامن ده تقدم ببلاغ ضد السلاسي كانت النتيجة الحقيقة انه سيد سفير المصري في الامارات تدخل مشكورا ورئيس النادي كابتن حسين لبيب وامين صندوق النادي الدكتور حسام المندو وحاولوا ومن كام ساعة كده طلع كلام خلصت القصة بستمائة الف درهم والموضوع تمام الناس اكيد بتحاول تساعد عشان الموضوع يخلص على خير واحنا بنتمنى انه يخلص على خير لانهما في النهاية كلهم مولادنا واخواتنا يعني لكن فجينا منذ قليل الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بتويتا بيقول انه الزمالك بيفكر في الانسحاب ده مش كلامي ده كلام المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك انه اجتماع عاجل اجتماع عاجل الان بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ودكتور حسام المندوه امين السندوق لبحث الاعتذار عن استكمال بطولة السوبر المصري والعودة الى القاهرة في اقرب وقت بسبب الاجواء الغير مناسبة والضغوط الغير محتملة التي تتعرض لها البعثة حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين واسرار الادارة على عدم التخلي عنهم ده المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك مش انا عشان حضراتكو تبقوا عارفين عشان كده قلتلك حتى الان المباراة النهائية تجمع بين الاهل والزمالك فاذا نفذ الزمالك تهديده بالانسحاب اتوقع انه هيتم تسعيد بيرامدز عشان يلعب المباراة النهائية امام الاهل بدلا من الزمالك ده طبيعي انا بنقل عن المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك يعني انا هنا لا اجتهد خالص ما عنديش اجتهد الحاجات دي فهاش اجتهد واتمنى انه الازمة تنتهي على خير ما يهمنيش بقى ماتش كورة مش ماتش كورة يهمني الازمة تنتهي على خير لكن ليه يهمني اكتر انه كل واحد يبقى عارف حدوده ده الدنيا عيني ايمة على موضوع كهرباء اللي محد شافه اللي النادي الاهلي بمنتهى الشفافية وبمنتهى الاحترام طلع اعلن ان هناك لاعب اخطأ خطأ لا احد يعرفه ولا يوجد فيه اي خروج يعني لا فيه لفظ نابي ولا ولا لكنه كلمة مش لطيفة تقالت للمدير الرياضي ولا كلمة سب ولا شات خالص على الاطلاق يعني بس اعتبرها المدير الرياضي انه غير لائقة وبالتالي النادي قال لك يا الله بالسلامة روح ايا كان مين هو في الفرقة فدلوقتي كله ماسك يعني الموضوع ده اللي انا اللي اطلعت قلته كنادي وانا اللي اعلنته للناس كلها فبدل ما الناس تقول للنادي الاهلي برافو عندك ضوابط وعندك قيم وعندك مبادئ وعندك سلوك تحافظ عليه طول الوقت فالناس طلعا بتهاجم ده وكأنه وده الموضوع طب انا ضف بلد والناس شيليني على دماغهم شيل والكل بيقول كده احترم قوانين وقواعد هذا البلد اعتقد ده كلام بسيط وسهل واي بني ادم بقى مالوش علاقة بالاهلي ولا الزمالك ولا اي حد ما تحطهاش في علا وزمالك حطها في سلوك واخلاق وانظام وضوابط